ما بين الحوار الوطني اللي كان عامل حالة في الشارع المصري والاستحقاقات الانتخابية المختلفة كان فيه ظهور كبير للأحزاب في الشارع المصري بعد سنين طويلة من العزلة عن الشارع المصري بدأت الحياة الحزبية ترجع تاني تلتحم بقضايا المصريين وتعبر عنهم بعد ما كان عندنا أحزاب مجرد كده قوضة وصلة ورخصة بتاعة جورنال عندنا أحزاب كبيرة لها تمثيل نيابي واسع لها مشاركة سياسية محسوسة لها قدر على الحشد على الأرض كلنا شايفين في الانتخابات الرئاسية الحضور الحزبي الواضح كل حزب حسب رؤيته وتوجهه دعم مرشح رئاسي تواجد في الشارع عرض برامجه كسب مؤيدين ودعمين جداد ودي طبعا مكاسب هدبان أكتر في الانتخابات البرلمانية الجاية تحركات الأحزاب في الشارع بتقول أن الحياة الحزبية في مصر بدأت تستعيد عفيتها نهاردة بشرفنا أن يكون معانا النائب الدكتور أيمن أبو العلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة هو الإنسان في مجلس النواب طبعا الحزب بتاع الإصلاح والتنمية الذي يدعم المرشح الرئاسي فريد زهران أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بناورنا في باصر جديدة أهلا بحضرتك بداية ويعني ندخل في الموضوع على طول لحزب الإصلاح والتنمية اختار تأييد المرشح الرئاسي فريد زهران وإيه هي أهم الأولويات والمحاور للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران خلينا الأول نقول أن زي ما حك وضغتي في المقدمة أن الاستحقاق اللي جاي استحقاق تاريخي وسط دروف إقليمية وداخلية شديدة الحساسية والحقيقة برضو الحوار الوطني اللي تم في الموادي سمعنا فيه كثير من الأفكار والرؤى في مختلف المجالات سواء الاجتماعية والسياسية أو المجتمعية بشكل عام حزب الإصلاح والتنمية من الأحزاب المتواجدة في البرلمان كقوة معارضة حزب الإصلاح والتنمية بيمثلوا أكتر من تسع نواب الحقيقة ذو كفاءة قدروا أن هما يفرضوا كثير من التغييرات في التشريعات في كثير من الأراء الحقيقة بذلوا كثير من مجهود في كل القوانين الأدوات المرقبية كانت متميزة جدا من ناحية طلبات الإحاطة والبيانات العجلة فده خلى إحنا كقوة معارضة الحقيقة خليني نتكلم عن المستوى الشخصي الأول أستاذ فريد زهران أنا من كنت أتشرفت أكون من مؤستي حزب مصر الديمقراطي زي ميلته منذ بداية ثورة 2011 شخصية متزنة سياسية جيدة على معلومات شيقة وطني جدا لا يغلط في أحد ولا يصب أحد ولا يخطئ في أحد له رؤيته ولو توجهه فكان من البديهي أن جميع أحزاب المعارضة تلتف حوالين ممثل المعارضة مش اعتراضا على الممثلين الآخرين ولا اعتراضا على ما يدور الآن بل هي فقه المعارضة المستنيرة التي تطرح الأفكار الجديدة في مختلف المجالات بالإضافة إلى أن عرض أولويات المشاكل أن كلنا عارفين المشاكل إنما أوليات المشاكل وتشخصها وتطرق علاجها هي التي ترقيتها مختلفة من مدرسة لمدرسة فوجب علينا كقوة وطنية جزء من المجتمع التي تمثل المعارضة يجب أن نقف وراء ممثل المعارضة أهم ملامح برنامجه لانتخابي طبعا أنا مش في صميم الحملة لكن من حقي أن أنا طلعت طبعا على البرنامج وحضرت تدشين البرنامج الحقيقة اللي أعجبت بيه في هذا البرنامج هو اهتمامه أنا كنت متخيل أنه هو هيعمل أو ضغط على الحياة السياسية لا الحقيقة ملفه في بناء الإنسان ملف جيد جدا سواء من ناحية الصحية أو تعليمية أو ثقافية أو الرياضية الملف ده أنا أعتقد هو الملف الإصلاحي الأساسي اللي إحنا لابد أن نذهب إليه متوازيا طبعا مع الإصلاح أو مزيد من الإصلاحات السياسية المطلوبة في أجندة الشفية واضحة فده اللي خلنا يعني نعجب بهذا البرنامج ونتعشى من شاء الله بإذن الله على الأقل أن هذا البرنامج وقوى المعارضة عموما توصل صوتها ورأيها للشارع وتوصل صوتها ورأيها للمسؤولين وتوصل صوتها ورأيها لمن يوفقه الله أن يتولى أمر مصر وهو أمر جثيم ندعو لليتولى بالخير يا رب يا رب الانتخابات في الآخر هتفرز ناجح واحد ولكن هل ده معناه أنه الآخرين خسروا؟ بالطبع لا بالطبع لا إحنا في حياة ديمقراطية والحياة ديمقراطية في بعض الأحيان تظهر فيها كما يقال رأي الأغلبية ورأي الأغلبية يجب أن يرضخ له رأي الأقلية لكن ما يمنعش أنه في مختلف الأراء يكون صوتنا مسموعة صوتنا مسموعة في كل الجهات بمعنى أنه هو في هذا الملف إحنا ترايفين أولوياته أولويات علاجه بالطريقة الفلانية وقد نعارض الطريقة اللي ماشية وقد نؤيد الطريقة اللي ماشية أنا زي ما قلت المعارضة المستنيرة دي يجب أن يكون موجود في مصر بكثافة وأنا ولو سمعت كلمتي في المؤتمر التدشين أستاذ فريد زهران في الانتخابات أنا كنت باستغرب أن مش شايف قوى المعارضة مرتفة يعني لما كان المفروض علينا كقوى معارضة أنا قلت ليه قوى المعارضة ما لتفتش حواليه المرشح طالما هو عدى السلم ومس المجموعة أنا طبعا بقلوم المعارضة والسببين أنا بقلوم من بدري الحقيقة لأن كان المفروض منذ تعديل الدستور اللي فات بقلنا 6 سنين تقريبا كان المفروض أو 4 سنين ونص قبل هذا التوقيت يعني كان المفروض الحقيقة قوى سياسية تظهر وخليني هنا على فكرة برضو أرحب جدا جدا بتجربة تنسيقية شباب الأعزاب هذه التجربة التي تمثل فيها الأحزاب ومنهم أحزاب معارضة كل أعزاب موجودة حقيقة ومنهم أحزاب معارضة ومنهم حزبنا حزب إصلاح وتنمية هذه التجربة أثبتت أن الناس ممكن على فكرة تسمع بعض بسهولة والناس سلتف حوالين وكوادر سياسية شابة جميلة لماذا لم تتبنى المعارضة متكتلة نموذج من هذا الشباب كي تثقلوا إعلاميا وسياسيا وتوصلوا للتنافس للوصول إلى هذه الاسحقاق مع ذلك طبعا نشاء الله بإذن الله في البرلمان ده تم وتم في البرلمان الفات ده مضحك من حزب المصر الديمقراطي في نواب موجودين من تنسيقية شباب الأحزاب يعني أقصد لما حالك بتوضى بالكدر كان على الأحزاب أن تثير على هذا النهج منذ تغيير الدستور لكن إحنا كمتأخرين ابتدأ يحصل صراعات مين اللي يخش مين اللي يمثلنا وحصل نطاح بدون داعي ولذلك أنا لومت المعارضة في كلمتي لكن لابد أن يكون هناك رأي آخر لابد أن يكون هناك فكر آخر قد يستفيد به المسؤول قد يستفيد به متولي الأمر موضوع الأحزاب السياسية في مصر محتاجين كده نتوقف شوية عنده ونلقي نظرة عميقة على الحياة الحزبية المصرية ووصلنا لغاية فين أولا فكرة دعم أكتر من حزب المرشح واحد هل ده ممكن يخلي فيه عملية دمج ما بين الأحزاب في حزب واحد أقوى هو خلينا نشوف الصورة كاملة احنا نتكلم على أكتر بين 103 حزب موجودين في مصر أو 113 مش عارف الرقم بدقة الأحزاب الفاعلة فعليا على الأرض يعني نسبع صوتها أو نشوفها لا تتعدى الـ 15-17 حزب فكان من المنطق زي أي قوة سياسية في مصر متجهة يا ياسار يا وسط يا يمين يا وسط ياسار يا وسط يمين كان المفروض يبقى الحياة فيه اندماج أكتر في الأحزاب لكن برضو زي ما بقول إحنا حضانة الحياة السياسية لسه لم تندق الحقيقة أنا مقدر أن مصر مرت بمراحل إصلاح أولها الأمن والأمان مرت بفترة طويلة من عدم الاستقرار أصبحنا دولة النهاردة صلبة واتضحت من المواقف الأخيرة أن احنا فعلا دورة صلبة وأحيي دور المعارضة مع المولاء في موقف واحد وراء الأمن القومي المصري وده مفروش هزار لكن هرجع أقول أن لا الحياة السياسية في مصر لسه مبتدية لازم يكون الأحزاب وصلت للشارع الحقيقة لا الحقيقة أن كل حزب بأعضاؤه بيحاول بقدر إمكانه الحقيقة هرجع هنا للستراتيجية الوطنية لحول الإنسان التي كانت عندها جدوى الأعمال فيها إصلاح سياسي خطوات الحوار الوطني لو إن شاء الله في الفترة الرئاسية القادمة هيحصل فيها أنا متأكد تفراط في الحياة السياسية حالك هتحسي بالأحزاب أعتقد لما قانون الأحزاب يفعل بأحزاب حقيقية لها جمعية حقيقية ولها أرضية حقيقية على الأرض وفي نفس الوقت هيئتها العليا بتمثل مجموع كثير من ما يطلبه المواطن المصري أعتقد أنها يحصل اندماجات وأعتقد أن قانون الأحزاب نتمنى والله يبدأ أن يحصل اندماجات بين الأحزاب من الأولويات أنها تتغير تشريعيا لمراجعة موضوع الأحزاب اللي هي زي ما حيك قلت ثلاث أربعة تنفارق أو بعض الأقارب أو غير فعيلة في الشارع طيب إزاي الأحزاب السياسية المصرية الموجودة هتقدر تستفيد من دخولها في الانتخابات الرئاسية هتستفيد طبعا بأن هي أولا أولا خلينا نتكلم أن هو نمر واحد ندعو كل المصريين أن يغلبوا وطنياتهم ويشاركوا في الانتخابات إحنا عاديين مشهد تاريخي إحنا دولة عاديين نبين أن إحنا دولة صلبة كما أظهرنا في المواقف وعاوزين يوم الحد من الصبح يعني ما نستناش نقول بكرة وبعده أو النتيجة محسومة أو النتيجة محسومة أو لا أنا ما عنديش مانع تنزل تقول اللي أنت عايزه واختر أنت عايزه ولكن لازم تنزل لأن ده الحقيقة واجب وشرف والتزام وفي نفس الوقت أنا أعتقد أنه هو من لا يدلي بصوته يعتبر من أنواع أنه هو بيفرط في حاجة من حقوقه فأنا شايف أنه هو المشهد يجب أن يكون مشهد تاريخي يليق بالمرحلة اللي إحنا بنمر بيها تاني هرجع أقول لحضرتك أنا أدعو لحد ينزل يقول حد لكن أنا أدعو للمشاركة الفعالة ولازم كل المصريين الحقيقة نلاقيها أمام صناديق الانتخاب يوم الحد والاثنين والثلاثة الجيئين الأحزاب لازم بقى أي يعني خلال الانتخابات دي تعمل دور واضح بقدر الإمكان طبعا زي ما قلت الحقيقة كثير من الناس لما بتتكلم معها الأقوية كلها يا الموضوع محصوم يا إما الأحداث الإقليمية مغطية وطبعا إحنا قلبنا مع الدولة الفلسطينية وخطاع غزة وما يحدث والمعتدي البربري وهذا العالم الهمجي الذي يكيل بمكالين لكن إحنا برضو لازم زي ما قلت برضو أعتقد اللي حاصل ده الأوضاع الإقليمية واللي حاصل في غزة بيخلي للانتخابات دي أهمية أكبر لو حقيقة تبيعتي اللي أنا قلته في الجلسة العامة في مجلس النواب أنا قلت إذا اعتبرنا أنا الواحد مكسوف يكل يقول أن فيه إيجابيات للي بيحصل لكن هنقول بعض الملاحظات أهم ملاحظة هي صلابة الدولة المصرية في هذا التوقيت هل الانتخابات دي ممكن يكون لها دور في معادلة للمشهد الإقليمي الحالي؟ أنا عايز أقول أن هذه الانتخابات المصريين يجب أن يثبتوا جميعا أن إحنا وراء استحقاق يجب أن يكون مصر كلها متوجدة فيه ده بيثبت تاني أنا بقول بنسبة صلابة الدولة المصرية ما تم في الماضي من إنجازات محدش يقدر ينكرها ما تم في الماضي من تقدم للدولة وتكوين وبداية جمهورية جديدة محدش يقدر ينكره لكن إحنا كلنا عايزين نقول أن إحنا مهما كان رأيك يجب أن تكون أمام صندوقته في صحان هل الانتخابات الرئاسية الحالية تشكل أرضية صلبة ممكن الأحزاب السياسية المصرية تبني عليها؟ الحقيقة ابتدت من الحوار الوطني يعني مش عايز أقول من الانتخابات الحوار الوطني كانت أنا بشكر السيد رئيس لدعوته للحوار الوطني لأنه كان في مختلف المجالات كل واحد أفصح عن ما يريده في المشكلة في أي مشكلة تجابيرها مصر وإحنا أولوياتنا حضرتك في المرحلة دي إذا طبعا قلنا نمر واحد واثنين وثلاثة القضية الفلسطينية لكن كمان في الاقتصاد المصري يجب أن يقوم على كما ينبغي ويعود كما عهدناه ولذلك زي ما أقول حكا عاديين نسمع يعني هو الاستفادة على فكرة اللي أنا برضو أرحب بيها في كل الأطراف إن إحنا سمعنا برامج جديدة وقراء جديدة في الإصلاح الاقتصادي في مختلف القضايا الشائكة ما يمنعش إن كل يستفيد من هذه الأراء طيب حضرتك عضو في مجلس النواب من 2015 ومسؤول في لجان من 2012 من 2012 كمان ده أنا خدت لي 3 سنين كده لا هرجع التلات سنين من 2012 مسؤول أيضا في لجان الصحة وحوة الإنسان اللي تغير في الملفين دول خلال كل سنين اللي فاتت لا ملف الصحة تغير جوهريا يعني موزن الصحة عادت إلى ما يقرب ما هو من 37 مليار ل137 مليار ملف الصحة في قانون التأمين الصحي الشامل ملف الصحة في كثير من الإنجازات اللي ما نقدرش نهضرها اكتملت؟ لا لم تكتمل ولكن در أقول إن إحنا تقدمنا الحلول كانت جذرية ما كانتش على السطح يعني بمعنى إنه هو ملف الصحة من الملفات الدولة قدتها اهتمامات هائلة من أهم برضو شايف فيها بعض المعوقات هي يجب أن تستكمل وده أوضحته فيه برضو جلسة الحوار الوطني لا إحنا كدر الأطباء يجب أن يكون له حل عدد الأطباء في وزارة الصحة لها حل كثير من الاستكمال المنظومة بتاعة المجلس الأعلى للصحة اللي هو يدي استراتيجية ما تبقاش مرتبطة كثير من المشاكل لكن أقدر أقول الحقيقة الإنجاز في ملف الصحة إنجاز الحقيقة ملف حقول إنسان هو العالم أثبت لنا أن أعتقد أن ملف ده يعني المواطن العادي يقدر يقول ده ملف مصيص ده ملف مكيرين بالزبط يعني العالم أثبت أن محدش تكلم العالم اللي كنا بنقول عليه متحضر وديمقراطي لا لا محدش تكلم في حقول إنسان أثبت على الأرض أنه ولا متحضر ولا ديمقراطي بأي حد يعني يتكلم من الغرب في ملف حقول إنسان ملف حقول إنسان ملف بيسيسوه بطريقة وبيضغطوا بيه سياسيا فقط وليس للإنسانية لو كان للإنسانية كان الملف ده حكم هذا المجرم بقانون جرائم الحرب من أول يوم نتنياهو بن جفير وغيره من مجلس الحرب من أول يوم مش هنستنى ما يجوش بقى يكلموا على الأراء السياسية وحرية التعبير وإنت في جرائم حرب على مرمى ومسأ ضرب يعني أقول إيه يعني مذابح تهجير قصري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم جماعية كل المكتوب في ملفات ومواصيق حقوق الإنسان عملوا كل الجرائم بالزبط من أول يوم فمحدش يكلف حقوق الإنسان ولكن خلينا إحنا كمصر عملنا إيه لأنه لن يدافع عن حقوق الإنسان المصري إلا المصري الحقيقة فخلينا نرتفع لنفسنا والحقيقة تم تدشين في سبتمبر 21 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي استراتيجية دولة ألزمت نفسها بيها وماشية بيها على النهج والبرلمان متابعها قلت إنها مسترد في البرلمان ده دولة عملته ألزمت نفسها خمس سنين بملف حقوق الإنسان الحقيقة أوضحت فيه كل التحديات فيه كافة المجالات بنتكلم على المرأة والشباب وذو الإعاقة بنتكلم على الصحة والتعليم بنتكلم على الملفات الاجتماعية بنتكلم على الملفات السياسية اللي هو كل الناس بتتغنى بره بتتغط بيها لا تحديات واضحة والبرلمان متابع تنفيذ الحكومة لها ومستكمل تشريعتها ولذلك ده إنجاز الاستراتيجية الوطنية دي تعتبر في ملف حقوق الإنسان إنجاز في صفحتك على الفيسبوك قلت إن الدولة بتاخد حرب شرسة محدش واخد باله منها وهي الحرب على المخدرات اللي بتدمر شبابنا وطلبت ابتكاته في الجميع شايف إزاي الحرب على المخدرات في الدولة المصرية هو الحقيقة إحنا لازم فعلا الموضوع ده نلتفت له لأن مجموعة من الشباب ابتدت تنجرف لما هو أقصى وراء الأقراص عادت مرة أخرى المواد المخدرة عادت مرة أخرى المخلقة وغير المخلقة المخلقة أكتر ولذلك أنا بضرب نقوس الخطر أنا طول عمري بضرب نقوسين خطر وعلى الدول أن تلتفت ليهم ملف الزيادة السكانية اللي بيأكل أخضر والي يبسه ملف المخدرات لأن الملفين دول يدمروا أي مجتمع فأنا شايف أن هذه الظاهرة اللي مش واخد باله الظاهرة زايدة بطريقة خطر ولذلك يجب إعلام مدارس حكومة جوامع كنائس أسرة نلتفت وطبعا الدولة سواء بالتشريعات أو بالإمكانيات يجب أن يكون هناك أولوية لهذا الملف طالبت في البرلمان بمراجعة عقوبات قانون التحرش وقلت أنه 27% من الرجالة في العالم تعرضوا للتحرش أنا ما قلتش كده والله أنا قلت 27% من جراء بالتحرش يتعرض لها الرجال لا 27% من الرجال يتعرضوا للتحرش لا بتفرق كتير قوي لأن الصحافة خدتها يعني ربع الرجالة في العالم أنا مش أعيل الكلام من عندي أنا أعيل الكلام أن المركز نوضحها تاني المركز القومي لجراءة الاجتماعية وفي مصر هنا واليونسيف الاثنين أعيلين الكلام ده أنا بس لقيت الاتجاه أنه هو هذا قانون مناصر للمرأة أي إحنا ما بنسنف قانون الحقيقة مع احترامي طبعا لظاهرة تحرش ظاهرة خطيرة جدا والتنمر أنا كنت بتكلم على التنمر لأن الاثنين مذنوجين في قانون واحد وعقوبات متسلسلة واحدة فأنا بتكلم على التنمر لأ وجدوا في العالم أن سبع عشرة من الجرائم يتعرض لها رجال ما هو كمان يعني تسعة في المئة من الجرائم في مصر يتعرض لها رجال التنمر والتحرش ما هو كمان كده الرجل مجرب ما هو فيه واحده سعيف في المئة من الستات تعرضوا للتحرش مش عددهم يا فنم من جرائم التحرش أيوة يعني إذا اعتبرنا أنه في يعني في جرائم تحرش قد الرجالة في مصر أقربها 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 لو فيه ألف جريمة التحرش أيوة أو تنمر عشان الاتنين مع بعض تمام هيبقى تسعين راجل اتعرضوا للتنمر والتحرش وفيه تسعمية وعشرة سيدة يعني ما أكتر جتير يعني فاهم أنا مقولش حاجة أنا بتكلم بس أنا خفت من حاجة دستورية أن أنت تخصي قانون لأحد الفئات ضد التمييز القانون ضد جريمة التنمر والتحرش وليس ضد الرجل أيوة ومش عايزة طلع أن الرجل المصري متنمر ومتحرش لأ إنها عقوبة للجريمة ده اللي أصدته أنا أخي أخده نص الكلمة وأنا قلتها بمتال وضوح أن اليونيساف بتقول 27% من جرائم التنمر والتحرش يتعرض لها الرجال فهم أخدوا قالوا 27% من رجال العالم يعني كان رجال مصر كلهم يعني لا أنت قلت العالم العالم 27% 9% من رجال مصر بيتعرضوا للتنمر والتحرش لا هم 9% من جرائم التحرش مسؤول عنها الستات يعني الستات أحيانا بيتنمروا ويتحرشوا من رجال يا فندي بالتنمر ده ممكن يبقى على الفيسبوك ممكن يبقى على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تبقى في التليفون ممكن تبقى تنمر التنمر على فكرة البوني بالشرط يبقى تنمر وحش لا تنمر ممكن يبقى تنمر من التخن من شكل من سوق البنزة هو ده تنمر وحش برضو لا قصدوا أنه ميبقاش جنسي يعني مش لازم تنمر وتحرش جنسي لا ده في تنمرات كتيرة جدا بيوعقب عليه قانون وفي تنمر آخر فأنا أخدوا الكلمة يا فندي أنا ما قلتش والله 9% من رجالة لا أنا قلت 9% من رجالة هكذا رجالة زالوا منك لما شافوا الكلام الحور لأ أنا عملت يوميها 15 مداخلة حفا يعني الناس الصحافة أنت عارفة خدوا يعني ملخص طيب بحكم مهنة حضرتك كطبيب عندك اهتمام كبير جدا بالملفات الطبية وبأوضاع الأطباء وبمهنة الطب في مصر على وجه العموم عايزين نعرف منك مشروع قانون المسئولية الطبية اللي بيهم تقريبا كل أطباء مصر وصلتوا فيه لغاية فين؟ مشروع المسئولية الطبية طبعا مشروع تقدمت به في الفصل التشريع الأول وتقدمت به في الفصل التشريع الثاني وتقدمت به نواب آخرين وتقدمت به مجموعة من نواب مستقبل وطن وده كان تحت الدراسة المستفيدة إلى الآن الحقيقة نقص وفق عليه من حيث المبدأ وعملوا لجن استماع لكن أنا أتعشر من وصر لأن الموضوع ده مش عارف ليه واخدينه أنه حق الطبيب بس لا هو حق المريض وحق الطبيب حق المريض أن يجد حقا عندما يضر ضده خطأ لكن هو حق الطبيب أنه هو ما يتحبس بدون أي داعي في مضعفة أو خطأ قد يكون غير مقصود الخطأ الغير مقصود في الطب في جميع أنحاء العالم إذا لم يكون ناتجا عن إهمال أو عدم دراية يعني دخلت الخصص من سخصصي لأن ده دخلت في قانون العقوبات أنا بتكلم على الخطأ الغير مقصود الخطأ اللي هو عن غير تعمد عن غير دراية كل الأخطاء دي بتخرش على تعويضات مدنية مش سلبة للحريات هو ده منصوص القانون نرجع تاني أن أتعشم إن شاء الله في هذا الدور للعقادة أو الدور للعقادة البعادية أخلص أن الموضوع في ممتع الأهمية وأنا متأكد أن النقابة الجديدة تهتم وهتتبنى هذا الموقف مع البرلمان المهتم بإصدار هذا القانون النقابة تم انتخابها جديدا ومجموعة أعرفها على المستوى الشخصي جيدة جدا سواء في النقابات الفرعية أو في النقابات العامة نقابة الأطباء هتهتم بهذا الموضوع لأنه بيدي حق للطبيب وبيدي حق للمريض طيب يوم الحد الجاي حد اتنين تلات عشرة حداشر اتناشر تبدأ الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري تقول إيه الكل مصري ومصرية بيتفرجوا علينا أنا أراهن على وعي الشعب المصري وأراهن أن الشعب المصري طول عمره ورى بلده ولازم بلده تبان تبان صلابتها بظلوم وأنا متأكد أن هما كلهم هيظهروا أمام الصناديق للإقتراع ومتأكد أن الاستحقاق ده هيعدي على خير ومتأكد أن البادرة اللي حصلت في الانتخابات في الخارج بادرة تبعث كثير من التفاؤل بالتواجد بكثير من المصريين فأعتقد إن إن شاء الله بإذن الله هيكون أعداد غير مسبوقة إن شاء الله وهيكون بإذن الله مشهد حضاري ديمقراطي بيوضح إن مصر دخلة على الجمهورية الجديدة منفتحة لكل الأراء ومفتحة لكل المصريين ككل وإن شاء الله كلنا وراء اللي هيكسب هذه الانتخابات وهيصحق هذه الانتخابات وهنستكمل المشوار ومصر دولة وعلينا أن نراقب ما يحيطنا من محيطات قريبة جدا ونقول الحمد لله وبإذن الله هنستكمل المشوار سواء مولاء أو معارضة إحنا وراء الدورة المصرية قلبا وقلبا لازم برضو نأكد للناس بلاش فكرة إنه فيه مرشح معين هيكسب بلاش فكرة كسل المطمئن إن الواحد عشان متطمن هو نازل عشان مصر نازل عشان مصر وعشان حقه بالضبط ما يبقاش عنده يعني كسل إنه يقدي واجبه وحقه لا ينتقص من وطنيته لو منزلش يعني يجب أن ينزل إن الوطنية الكاملة معناها إنه هو بيثبت إن هذا الشعب يعني كلنا شكرنا في الانتخابات اللي كانت موجودة في تركيا وفي فرنسا وفي أمريكا بنشكر ليه؟ من الأعداد مش مهم النقطة الموضوع مش مع موضوع مين يكسب موضوع إنه إحنا بلد نطلع مشهد راقي ومشهد حضاري مشهد جواري الإنسان المصري ووعيه السياسي وأنا متأكد المصريين هيقوموا بهذا الدور وإن المصري بيشارك في صنع مستقبله تأكدي إن شاء الله نشهد انتخابات غير مزبوقة بإذن أن أنا متفائل جدا إن شاء الله أنا واثقة في الإنسان المصري أشكر حضرتك النائب الدكتور أيمان أبو العلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حول الإنسان في مجلس النواب في الظروف للسلسنقية اللي بتمر بيها منطقتنا بيبقى الكلام عن التكاتف ووحدة المواقف ودعم القرار السياسي مهم جدا لأنه ظهور الشعبي في الاستحقاقات السياسية بيدي مؤشرات عن المسافة ما بين الشعب وصنع القرار وكل ما كانت المشاركة واسعة والحضور غالب كل ما كانت دي إشارات على قوة الجبهة الداخلية وبالتالي قوة قرار الدولة ياريت الناس تفهم ده وتنزل تشارك على نطاق واسعة في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الجاي حد اتنين ثلاث اختار اللي تختاره صوت لللي انت عايزه بس مشاركتك ضمانة ليك وضمانة للبلد ودعم القوة مواقفها أشكركم شكرا جزيلا أن أشوفكم يوم الحد إن شاء الله في مصر جديد